هل نعتبر أن طلب العلم أفضل من صلاة النفلة؟ هذا القول ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد أثر عنه أنه قال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله جاء ذلك في عدة مراجع وهذا في الجهاد المندوب أم المفروض وهو داخل في الفائض لا يقدم عليها النفل كطلب العلم والله أعلم